طبعاً لما بنتكلم عن الافتخار بالانجيل بعتقد أنه أجمل آية اللي ممكن نقتبسها هي من رسالة بولوس الرسول إلى كنيسة روميا وبعد إذنك إذا ممكن أقرأ يعني آيكين ثلاثة ورح أسألك عن هذا الموضوع بحب أقرأ من الآية الأولى بصراحة بولوس عبد ليسوع المسير المدعو رسولاً المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمةً ورسالةً لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضاً مدعووا يسوع المسيح إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قدسين نعمةً لكم وسلامنا الله أبينا والرب يسوع المسيح في آية تمانية أولاً أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم وأحب أن تقل لآية 16 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولاً ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى بصراحة حبيت أقرأ بعض الآيات من البداية نعم قصيس جورج إذا لحظت الكلام بقول المفرز لإنجيل الله بيسمي إنجيل الله وبعدين في آية 9 بيسمي إنجيل ابنه يعني إنجيل الرب يسوع المسيح وهون في آية 16 بقول لست أستحي بإنجيل المسيح شو الرسالة اللي عاوز توصلني إياها من خلال هذه الآيات الرسالة أولاً بحب أعرف شو الإنجيل تفضل الإنجيل هو البشارة المفرحة التي فيها إعلان الله للإنسان لكل إنسان بدون استثناء فإنجيل الله هو إنجيل الحياة لكن هذا الإنجيل هو حق الله في العالم وأعلان الله في العالم ورسالة الله للعالم لأن فيه قوة حياة لكل من يؤمن بكلام هذا الإنجيل فالإنجيل ليس من صناعة بشرية الإستثار لكنه أنزل بقوة وقيادة الروح القدس لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس فالإنجيل هو مسوق من الروح القدس أي أعلان الله للإنسان وصلوا إلينا الروح القدس بعدين بحب شير لكلمة هنا إنه الإنجيل هو منبثق من الكلمة الأزلي فكلمة الله كلمة أزلية أبدية لأن الكلمة الذي صار جسدا اللي عنيت به شخص الرب يسوع المسيح هو من الأزل وإلى الأبد هو الألف والأوميغا هو الذي تكلم